يعطيكم العافية جميعا معكم هديل من قناة من سيديو خريج التحاليل الطبية إن شاء الله رح بلش معكم بشرح مادة علم الدم لتخصص التحاليل طبعا هاي المادة مثلا بنعرف جدا جدا هامة وزخمة وفيها معلومات مفيدة لكم ومن المواد اللي رح نحتاجها كثير في العمل وبشغلنا بالمختبر هاد الفيديو رح يكون تعريفي عن مادة علم الدم وشو الشباتري اللي بتشملها اول شابتر رح نحكي عنه هو البيسيك هيماتولوجي يعني اساسيات علم الدم رح نحكي عن مكونات الدم اللي هي الاربيسيز خلايا الدم الحمراء الوايتبلتسل خلايا الدم البيضاء والبلازمة رح نحكي عن كل مكون طبعا بالتفصيل الممل ورح نتطرق للفحوصات اللي بتندرج تحت تحليل السي بي سي اللي مثل الام سي بي البي سي بي اللي هو الهيماتوكريت الهيموغلوبين وإلى آخر هي فحوصات كثيرة ثاني شابتر رح نحكي عن الهيموويسز اللي هي تكوين خلايا الدم كيف تتكون هاي خلايا الدم ثالث شابتر رح نحكي عن الاريثروويسز and general aspect of anemia يعني رح نحكي عن تكوين خلايا الدم الحمراء خاصة وبشكل عام رح نحكي عن فقر الدم بالانيميا اللي هي فقر الدم رابح شابتر رح نحكي عن الايرون الحديد خامس شابتر رح نبلش بسلسلة انواع فقر الدم وأول نوع رح نحكي عن الهايبوكروميك انيميا and iron overload سادس شابتر رح نحكي عن الميجالوبلاستيك انيميا سابع شابتر رح نحكي عن الهيمولايتيك انيميا وآخر شابتر معنا رح نحكي عن امراض وراثية لهيموغلوبين general disorder of heemoglobin يعني اللي هي منها الثلاثيميا طبعا الثلاثيميا لها انواع هاي المادة كاملة صغيرة وكثير هامة انت كطالب كل مادة بتدرسها لازم تكون عامل ملخص لكل شابتر انت بتدرسه اعمل ملخص لكل شابتر واحتفظ فيه طبعا هذا الحكي ما رح تعرفوا قيمتوا غير لما تتخرجوا وتصيروا بدكم ترجعوا للمعلومات اللي انتوا درستوها ولكن ناسينها ما رح تقدروا تترجعوها او تستذكروها غير لما تدرجعوا للملخصات صعب جدا جدا انكم ترجعوا لكل شابتر وتذكروا المعلومات اللي انتوا كنتوا دارسينها اشتركوا في القناة